فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال رحمه الله وأيضا فروى البخاري عن مسروق عن عائشة أنها كانت تكره أن يجعل يده في خاصرته وتقول إن اليهود تفعله نعم ورد ناهي عن التخصر في الصلاة وهو وضع اليد على الخاصرة وهي ما استدق من الجنب من فوق الورك من الجانبين فإن اليهود تفعل هذا في صلاتها فنهيت هذه الأمة عن التشبه بهم وهو التخصر في الصلاة نعم قال ورواه أيضا من حديث أبي هريرة قال نهى عن الخصر في الصلاة وفي دفض نهى أن يصلي الرجل مختصرا نعم قال وقال هشام أبو هلال عن ابن سيرين عن أبي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا وهكذا رواه مسلم في صحيح كل هذه الروايات مع الأثر الوارد عن آيشة تدل على التشبه بهم في هذه الصفة وهو يضع اليد على الخاصرة في الصلاة لأن هذا من فعل اليهود ونحن منهيون عن التشبه بهم من جميع الأمور لا سيما في أمور العبادات نعم وعن زياد بن صبيح قال صليت إلى جنب بن عمر فبضعت يدي على خاصرتي فلما صلى قال هذا الصلب في الصلاة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه وهو أحمد وعبو داود والنسائي وهذه أيضا صفة أو تسمية ثانية للتخصر وهو أنه يشبه الصليب يشبه الصليب فنهي عن فعله لأنه نوع من التصليب في الصورة